الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد ليه ربنا عز وجل في آيات المواريس قدم الوصية على الدين مع أن الدين أهم من الوصية يعني ربنا قال في آيات المواريس من بعد وصية يوصي بها أو دين والآية الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين ليه قدم ربنا الوصية على الدين مع أن الدين أهم من الوصية العلماء بقول لك لأن الدي في الغالب صاحب الدي سيطالب به هيقول لهم أنا أبوكم مات أخوكم مات أعموكم مات وهذا الوراء اللي يثبت إننا لي عنده فلوس لي عنده أرض لي عنده شقة أي كان ففي الغالب صاحب الدي سيطالب به أما الوصية أوصى مثلا لفقراء أوصى لمساكين اوصى يتعمل صدق جارية اوصى لمسجد من المساجد في الغالب اصحابه الوصية او الموصلة سيستحي لن يطالب لن يطالب يستحي يقولك المكان شما يدوني ها يستحي فعشان كده ربنا قدم الوصية على الدي مع ان الدينا اهم لكن في الغالب الوصية ممكن يتغاضب وصل اليتام ممكن يتغاضب كأن الامر لا يعني يتعامل المسجد وكأن الامر لا يعني ممكن اهل المي يسمع الوصية او يقرأ الوصية ويمروا كأن الامر لا يعني لكن الدي صاحب الماله يطالب به فعشان كده ربنا بدأ بالوصية قبل الدي زي كده ايات التحريم برضو في صورة النساء الله عز وجل قال وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ بَأَكُمِ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفِ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل والآلة بعدها على طول حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعامتكم ليه ربنا بدأ بزوجة الأب قبل الأم هلك أصلي في الغالب كده كده مغروس في الفطر أي في الفطر إن الواحد لا يجوز له أن يتزوج بأم لا يجوز له أن يتزوج بأم لكن ممكن واحد يعني عنده خلل نفسيته غير سوية يتجرأ على زوجة أبي وبعاية تزوج بزوجة أبوه لكن حتى لو حتى لو مش سوي أحيب أعرف أن زوجه بأم محرّة لكن زوجة الأب آه ممكن بيبدأ الشيطان يسوله خصوله كان أبوه تزوج بمرأة مثلا صغيرة في السن بمرأة جميلة آه ملاحة فممكن نفسه تحدث زوجة أبوه فعشيك يا ربنا ليه ولا تنكحوا ما نكح أباكم وبدأ بقى قبل الأم مع أن تحريم الأم أعظم من تحريم زوجة الأب لكن ربنا بدأ زي ما بدأ بالوصية كده قبل الدين مع أن الدين أهم من الوصية هنا برضو بدأ بتحريم الزواج من زوجة الأب قبل الأم مع أن تحريم الأم أعظم لأنه ممكن لا الأم كده كده مستقرة في النفوس إن الأم مش هينفع الزواج لكن زوجت أبوه ممكن تسوي لو كان شخص غير سوي بزوجة أبي فعشان ربنا لا ولا تنكح وبدأ بها فربنا هنا بدأ بالمهم بدأ بنا بالأقل في الأهمية بالأعظم من الآخر لأن الدين ممكن كده كده صاحبه يطلب بينا الوصية ممكن أهل الموصى له أو الموصى له ما يطلبش كده ربنا بدأ بالوصية قبل الدين والله أعلى وعلى شكرا